بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن وإله وبعد أيها الإخوة الأحباب هيا بنا نحلق في سماء القرآن مع سورة الحقة وقد وقفنا في اللقاء السابق عند الآية الرابعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية فهل ترى لهم من باقية طيب فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية الطاغية اللي هي إيه؟ الصيحة العظيمة الصيحة العظيمة أخذتهم الصيحة طيب وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بَرِيْحٍ صَرْصَرٍ الريح الصرصر ما هي؟ شديدة الجموم كوة شديدة 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 السموم شديدة السموم والبرد شف برد ريح فيها برد خلصت عليه فبقى هنا بريح صرصر عاتية طيب بريح صرصر تنوين بعده صاد ما حكم الحكم هنا ايه؟ فضل إخفاء إخفاء حقيقي بس هنفخم الغنى بريح صرصر عاتية صرصر عاتية تنوين بعده عين؟ إزهار حلقي أحسنت سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام حسومة ما معنى حسومة؟ فضل متتابعة متتابعة فتر القوم فيها صار بعض الناس يقول فتر القوم فتر من الفطور والتعب هذا نطق يغير المعنى زي كمان يقول مثلا فقست قلوبهم هنا فقست من الفقس مش من القسوة فنطق الحرف عايز دقة فقست هنا أيضا فتر مش فتر فتر القوم فيها صرعاء كأنهم أعجازوا نخل خاوية أعجازوا نخل عارف أعجاز النخل؟ أما النخل جزع بتاع النخل كده؟ كأنهم أعجازوا نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ فهل ترى لهم من باقية؟ طبعا ما فيش قضى الله عليهم أهلكهم صرع جميعا فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية جميل وجاء فرعون مد جاء مد ايه؟ تفضل مد واجب نقص جميل وجاء فرعون ومن قبله من قبله النون بعدها قف إخفاء ايه؟ حقيقي ولكن هنفخم الايه؟ الغنة كلمة والمؤتفكات يا جماعة يعني ايه؟ قوموا لهم قوموا لهم طب لماذا سمها الله مؤتفكة؟ طبعا قوم فعل المنكرة بتاعتهم أنهم كانوا يأتون الرجال والعزو بالله يعني الرجال تأتي الرجال فحشة فهذا انقلاب فالكلمة مؤتفكة يعني منقلبة فلما انقلبت فطرتهم وأتوا الرجال جاء القرآن معبرا بالمؤتفكات يعني انقلاب في الفطرة وانتكاس والمؤتفكات وبالخطايا الفعلة الشنيعة فعصوا مش هنقول بفعصوا هنقول لفعل بك فعصة فعصة يعني ان الواحد فعص مين فعصة؟ لا فعصة افصل الفاء عن عصة لأن الفعل عصة مش فعصة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابية فعصوا رسول ربهم المين مع الفاء حكمه المين الساكنة مع الفاء حكمها ايه ده المين مع الباق اخفاء لكن المين مع الفاء اظهروا شفاوي معنا ايه اظهر ايه فأخذهم أخذة الرابية أخذة الرابية تنوين بعده راء تنوين بعده راء حكمه اتغام بغير غنة احسنت يا آسر آسر جواب صح اللي هو اتغام بغير غنة الأخذة الرابية اللي هي ايه كلمة رابية بلغة في الشدة أيوة يعني زائدة زائدة في الشدة عن الايه آآ آآ عن الأخذات الأخرى يبقى أخذات الرابية إن لما غنة وغنة غنة النون وغنة المين لما طغى الماء يعني ارتفع لإن التقى ماء السماء بماء الأرض الدنيا كلها بقت مي كلمة لك فهينا ايه لما طغى الماء حملناكم هنقول حمل إن يصهر اللام مش حملناكم إن حملناكم إبقى أنت ضيعت اللام حملناكم في الجارية مين مع الفاء ظهر شافوي الجارية اللي هي ايه السفينة 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 نوح عليه السلام يقول سيدنا ايه نوح عليه السلام سيدنا نوح ليه فضل على على جميع المؤمنين والمؤمنات تعرف كده ولا ايه ليه لأنه دعا لجميع المؤمنين والمؤمنات قال ايه ماذا قال وكل من دعا للمؤمنين والمؤمنات ياخذ أجر الدعاء تخيل أن أنت دعيت للمؤمنين والمؤمنات كل المؤمنين والمؤمنات انت خدت أجرهم دعاء بايه حملناكم في الجارية اللي نجعلها لكم تذكرة بس خلي بالك من شيء خلي بالك من إيه وتاعيها كثير جدا من الناس ينتقها غلط بيسكن العيل لا دعا يعني يعني عايز حضرك تعمل إيه تكسر العيل وتاعي تاعي فتحة كسرة فتحة وتاعيها أذن وعية وتاعيها أذن وعية يعني هل هل كل الأذن وعية لا الأذن الواعية التي تسمع وتطيع لكن الأذن التي تسمع وتعصي بدي أذن وعية ليست وعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة هتقول نفخة ولا نفخة ناء نون والفاة ترقق والخاة تفخم إذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واحدة وانشقت السماء فهي يومئذ واحدة إذا نفخ في الصور نفخة واحدة إضغام بغنى ناقص وحملت الأرض والجبال فدكتا لابد تخلي بالك من الألف دي دكتا ألف التثنية اللي هي الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة إبن أنت جبت ما جبتش ألف التثنية إبن أنت كده لحن جلي فدكتا دكتا واحدة فيومئذ وقعت الواقع يوم القيامة وانشقت السماء السماء مد واجب متصل فهي يومئذ الياء والياء فهي ياء حكمه يعني ياء متحركة والياء الأخرى يعني هي متحركة بالفتح والتانية برضو يومئذ فضل متمثلين كبير أحسنت المتمثلين كبير فهي يومئذ وهي وهي ما معنى وهي ضعيف ضعيف أحسنت نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن اللهم إنا نسألك أن تنفعنا بالقرآن وأن تجعله ربيع قلوبنا وشفاء همومنا ونور أبصارنا اللهم أمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين